الحقوق مساء الخير أستاذ مساء الخير طيب بداية أستاذ أحمد شناتي أكد تابعت أول يوم للحملة الانتخابية خرجات المترشحين لأسباق الرئاسي النقطة المشتركة منذ متابعتنا لصباحة اليوم كلهم قالوا يعني بصريح العبارة بأن الانتخابات هي مخرج البلاد من الأزمة طيب إلى أي مدى بإمكان هؤلاء المترشحين أن يقنعوا الهيئة الناخبة للتوجه لصناديق الإختراع من أجل تاريخ الثاني عشر من شهر ديسمبر بسم الله الرحمن الرحيم أنا جدا سعيد بحضوري معكم وشكرا لقناة النهار على الاستضافة شكرا لك أستاذ في البداية كما تعلمين أن لكل بداية تكون الأمور نوعا ما صعبة وهذا اليوم يعني بداية حسنة لكل المترشحين أنهم خذوا على عاتقهم المبادرة ونزلوا للشارع وخير دليل على ذلك سواء في العصمة أو في كل المدن التي زاروها المترشحين الخمسة فهذا مؤشر ربما لخلي الشعب الجزائري عامة والشباب خاصة يفهم نوعا ما العملية الانتخابية ونظرا لتدمر الحاصل في أوساط الشباب والشعب ككل فاليوم بعد النزول إلى الميدان سوف تتضح الرؤية يوم بعد يوم وأكثر فأكثر وخاصة بعد الأسبوع الأول لأنها بعد ما كانت هناك أصوات تنادي للمقاطعة بعد ما ينزل أو نزل المترشحون الآن ميدانيا سوف يجاوبون على بعض الأسئلة التي تدور في أذهان مختلف شرائح المجتمع وبالتالي سوف تتضح الرؤية أكثر فأكثر طيب أستاذ أحمد شرناتي كذلك المتتبع لخراجات المترشحين لرئاسية الثاني عشر من شهر ديسمبر هناك تركيز على الترويج لبرامجهم الانتخابية التي تتعدد فصولها ما بين الاجتماع الاقتصاد العدالة إلى غير ذلك طيب حتى حقيقة نصل إلى ذلك الخطاب الذي يتسم بالإقناع هذه الهيئة الناخبة في اعتقادك ما هي أهم النقاط التي يجب على المترشحين أن يركزوا عليها خلال حملاتهم الانتخابية هذا دائما بالعودة إلى مثاق أخلاقية الممارسة الانتخابية الذي رح يكون الحاسم في مصار أي مترشح لهذه الرئاسية في إدارة حملتها الانتخابية بالنظر إلى جملة النقاط والقواعد التي جاءت ضمن هذا المثاق ربما كل البرامج هي الان برامج نظرية هذا يعني معروف لكن الضمان لهذه البرامج هو مدى مصداقية الشخص نفسه مع أقواله وكلهم يعني أو جلهم تقلدوا مناصب إلا القلة منهم اللي ما تقلدش منصب وزاري وبالتالي فمواقفهم معروفة عند العام والخاص يعني مبدئيا نرجع الآن إلى الضمانات الضمانات هي في إمضاء على ميثاق أخلاقيات العمل لفيه عناصر فاعلة اللي هي اللجنة المستقلة وسائل الإعلام بمختلف وسائلها وهي اللي تكون الضامن الأساسي لهذه العملية زائد الشعب فكل البرامج تبقى برامج هكذا لأنها مربوطة بقوانين تسير الجمهورية هذه البرامج سوف تساغ وفق قوانين الجمهورية وتكون بالتالي قابلة للتطبيق ميداني هذا من جهة من جهة ثانية اليوم المواطن الجزائري يريد أن يخرج من الأزمة مهما كانت نتائج أو المترشح النقطة الفاصلة التي بإمكاننا حقيقة لأن كل العالم يتربص بنا الآن فالمواطن الجزائري ما يهموش شكون اللي يخرج في الخمسة أكثر مما يهمو أن العملية تنجح وهذا هو الأساس أننا الروح كلنا نقتارع أو ننتخب وبالتالي اللي أعطاه الشعب مبروك عليه كما لا ننسى أن الرئيس المستقبلي سوف تكون له ورشات عديدة وكبيرة وصعبة حتى نصل هذه النقطات العديد من المرحل سيتم المرور بها كما أشرت أستاذ أحمد شناتي بأن اليوم المتتبع المشهد السياسي ما يهم أكثر هو الذهاب إلى الصندوق الذهاب إلى الصندوق من خلال اختيار رئيس القادم كذلك هذه تعتبر نقطة مفصلية في هذه الأزمة السياسية من جهة كذلك كنت أشرت إلى نقطة أخرى سيد أحمد شناتي بأن ما يهم اليوم كذلك هو كيفية الوفاء بكل هذه الوعود وهذه البرامج الانتخابية على أرض الواقع حتى نكون أمام مشهد متغير على عديد من الأصعيد ليس مثل سابقه هل بإمكاننا اليوم أن نصل إلى هذه النقطة المفصلية من خلال أنه منذ الإعلان عن السلطة المستقلة للانتخابات شهدنا أنه هناك بعض من المتغيرات التي أصبحنا اليوم نشهدها في العملية الانتخابية لم تكن كسابقتها هل هذا مؤشر كذلك بأنه اليوم عملية الانتخابية في الجزائر بإمكاننا حقيقة أن نحدث الفارق نعم بإمكاننا أن نحدث طفرة نوعية في هذا الجانب لعدة أسباب أولا الضمانات موجودة من طرف اللجنة المرافقة من طرف كل وسائل الإعلام بمختلف تخصصات التزام المترشحين أنفسهم أنهم ملتزمين بالميثاق أخلاقية العمل السياسي الآن يبقى العنصر الأساسي هو كيفية إقناع المواطن الجزائري بالذهاب إلى الصندوق وهذا ترجع إلى عبقرية المترشحين أنفسهم طيب كيف تكون هذه العبقرية من وجهة نظرك من وجهة نظري الخاص هي كما جاء على لسان مترشح من المترشحين أنه نفتح أطر الحوار ونتعلم ثقافة الحوار ونتعلم أننا نسمع بعضنا البعض وحوار الأخذ والعطاء هو الذي يأتي بالنتيجة النهائية أننا نكون نبسط الأشياء إلى أقصى درجة وبالتالي المواطن البسيط يحس نفسه لأن صوته أكثر من دليل صوت واحد يكفي هذا المواطن الذي يحط الصوت نتعه ممكن بالصوت هذاك ريح فلان أو علان يكون رئيس جمهوريا وبالتالي ريح هذا المواطن يحس أنه شارك في عملية البناء الديمقراطي وبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن جزائري هذا هو الهدف الأسما ربما خامس عنصر إن شاء الله يكون ضمن هذه العناصر وهو الشفافية تم على العملية ككل الانتخاب وبنظر الجملة للإجراءات التي تم كل هذه الضمنات منذ أن تم الإعلان عن تاريخ 12 ديسمبر إلى غاية الآن وهي كلها مؤشرات توحي بأن العملية سوف تسودها الشفافية والمصدقية تم إن شاء الله إن شاء الله بحول هذا ما نتمناه أشكرك جزيلا شكرا أستاذ أحمد شناتي على هذه التفاصيل بخصوص أولى أيام الحملة الانتخابية أشكرك جزيلا شكرا شكرا بالتوفيق للجميع إن شاء الله إن شاء الله يبقى معنا أستاذ طيب مشاهدين مرأينا موضوع آخر متعلق